قال الدكتور محمد معايد وزير المالية أنه تدخل لحل أزمة تأخر المرتبات الخاصة بالصناديق المتعاقد عليها بعض العاملين وقال معايد خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن الصندوق مش قادر يدفع مرتباته وأنا لا أستطيع تحمل المسئولية أمام ربنا مش عرف نام وسايب ناس من غير مرتبات وأي صندوق بيتواصل معايا بصرف له تاني يوم فورا وطالب معايد اللجنة بإجراء تعديل لقانون الخدمة المدنية للسماح بندب ونقل العاملين على الصناديق الخاصة مشيرا إلى أن وزارة المالية حاولت انتداب بعض العاملين على الصناديق الخاصة لكنهم اصطدموا بحضر قانون لهذا الأمر أستاذ عبد المعطي يمكن موضوع الصناديق الخاصة لديه إشكاليات كبيرة اليوم موزين مالياحة ولا منشدت ربما لجنة القوى العاملة لتعديل قانون الخدمة المدنية لحل هذه المشكلة برأيك هذه الأزمة هل هي تحل من البرلمان أو تحت القبة أم أنها لدى الحكومة في جزءين في هذا الأمر الجزء الأول يتعلق بالصناديق الخاصة فعلا زي ما حضرتك قلت في حاجة مش مفهومة مش واضحة بقالنا عشر سنين بنتكلم عن جدوى هذه الصناديق أموالها بتروح فين كيف يتم استثمارها المشكلة التانية أنه هذه الصناديق أدت أو أجبرت الحكومة على تعيين أعداد كبيرة جدا من اللي تم تعيينهم من أبواب خلفية على ميزانية هذه الصناديق في المحافظات وبالتالي تحولوا إلى موظفين حكوميين لم يكن يحتاجهم الحقيقة ومعظمهم الجهاز الإداري للدول لابد من وضع نهائي بالنسبة لهذه الصناديق وبالنسبة لمن يعملون بها هو بيتكلم الوزير هنا أنه بيتعاقدوا مع ناس وما بيقدرواش يدفعوا لهم مرتباتهم فوزارة المالية بتضطر تدفع طيب الناس دول بعد شوية هيتطلبوا أنهم هيتعينوا في الحكومة ولو ترفضت طلباتهم إحنا قدام مشكلة اجتماعية لابد أن يحسم هذا الأمر حسمه فعلا يتطلب تعديل في قانون الخدمة المدنية ولكن قانون الخدمة المدنية في حد ذاته يتطلب تعديلات كثيرة قانون الخدمة المدنية لم يلبي أو لم يحقق الهدف اللي تعمل من أجله وهو تطوير أداء الجهاز الإداري في الدولة لازالت حتى الأجزاء الجيدة في القانون القانون تعمل مرتين تعمل قانون 18 لسنة 2015 وثم عدل بالقانون أو صدر قانون جديد تماما قانون 1 وتعمل لسنة 2016 يعني في سنتين عملنا قانونين وعملنا لكل قانون اللي حيثوا التنفيذي كل ده فضل يضغطوا ضغوط اجتماعية وضغوط من النواب ونوع من المزيدات على حقوق العاملين لدرجة خلوا القانون أشبه بالقانون 47 لسنة 78 اللي كان موجودة قبل كده نعم وهذه مشكلة كبيرة بس أستاذ عبد المعطي يمكن الوزير بيقول دايما في تصريحاته أنه هذه الصناديق هي أكثر مرونة لأنها يعني ليست موجودة مع الموازنة العامة للدولة إذن المرونة توفر لها هذه القصة المرونة في الإدارة ولكن تبقى المشكلة قائمة المشكلة قائمة الذين يعملون في هذه الصناديق بيعملوا على أي بند ومن أي مكان وإذا لم تستطع الصناديق أن تعطيهم مرتباتهم كيف يتم اختيارهم أصلا وعلى أي أسس من الكفاءة ومن الضوابط الوزير عايز يعدل القانون ويخلي العاملين في هذه الصناديق منتدبين من جهات حكومية وإحنا ما شاء الله عندنا فائط في كل الجهات الحكومية في أعداد العاملين